السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعاً معنا اليوم مجموعة كبيرة من المعلومات التي تتركها سأدمكم بشكل سريع ومختصر ونبدأ الآن من الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا ولقائه بالمستشار الألماني أولاف شولز الموضوع ولكن هو موضوع البطء في إصدار الفيز من الممثليات الألمانية في تركيا بشكل خاص من السفارة الألمانية في أنقرة والقنصلية الألمانية في إسطنبول في إشارة واضحة لموضوع بطء استصدار الفيز ومنح الفيز من الممثليات الألمانية في تركيا قبيل هذه الزيارة تم الإشارة إلى هذه المشكلة طبعاً للمواطنين الأتراك أيضاً بشكل رئيسي والسبب يعود الآن حسب مصادر معلومات من السفارة الألمانية والقنصلية الألمانية أنه يوجد نقص في عدد الموظفين أدى إلى تراكم كبير في الطلبات الموجودة لدى السفارات لمعالجتها والمعلومات تناقلت أنه يوجد أكثر مصادر دبلوماسية طبعاً من تركيا أنه يوجد أكثر من عشرة آلاف طلب الآن لمنح الفيز أو طلب للفيز متراكم الآن في السفارة والقنصلية لمعالجته وهو اعتراف بذلك أنه يوجد نقص في عدد الموظفين العاملين في قسم منح التأشيرات من ناحية وهو ما أثر أيضاً علاقات الاقتصادية بين ألمانيا وتركيا بشكل خاص الشركات التركية التي ترغب أحياناً ورؤساء الشركات بحضور المعارض في ألمانيا وبالتالي يحاولون حصول على فيز ولكن أحياناً يتم تأخير منح الفيز أو حتى لا يتم منحه إطلاقاً لأسباب غير واضحة وغير معروفة الصحف التركية تكهنت بأنه قد يكون لذلك أيضاً أسباب سياسية ربما أيضاً في تأخير وعدم منح الفيز لأنه أحياناً يتم رفض طلب منح الفيز لأسباب غير واضحة فبالتالي بالنسبة لأصحاب لمب الشمل اللي عم ينتظروا في تركيا بشكل خاص يعني في وقت سابق تحدثنا عن معلومات من السفارة الألمانية في بيروت الآن أيضاً الواضح أنه يوجد نقص وتراكم كبير في القدرة على معلش طلبات منح الفيز أيضاً في السفارة الألمانية في أنقرة والقنصلية الألمانية العامة في إسطنبول ننتقل الآن للموضوع التالي بعد قرار المحكمة الدستورية لعليا البندسفافحسونكسغيشت في كالسغوة بأن نقل الديون الأموال التي كانت مخصصة لمعالجة تبعات جائحة كورونا غير مسموح باستخدامها الآن لتمويل الموازنة الألمانية لمشاريع أخرى منها مثلاً مواضيع أو قوانين إدعم المناخ كمان عالم في ألمانيا والمبلغ يقدر بستين مليار يورو وهذا يعني أنه أصبح الآن يوجد نقص في الموازنة في ألمانيا بمقدار ستين مليار يورو فما هو الحل؟ الحل الآن رح نشوف الآن عدة أشياء اللي جان المختصة في مختلف الوزارات المسؤولة عن الموازنة اجتمعت لمدة خمسة عشر ساعة البارحة الليلاً لتنفيذ هذا القرار طبعاً المحكمة اعتبرت أن هذا القرار لاغي وأوقفت الحكومة بشكل كامل فالآن يتم البحث عن حلول لتغطية العجز في الموازنة الوزير المالية الألماني كريسيان لندنا الآن في تصريح له أكد على شيء هام جداً الخوف كان الآن هو من موضوع رفع الضرائب لتغطية النقص الحاصل في الموازنة فوزير المالية كريسيان لندنا الحزب الـ FDP طمأنى الآن أنه لن يتم رفع الضرائب لتغطية النقص الحاصل الآن في الموازنة بمقدار ستين مليار يورو وقال أنه لا يوجد لدينا مشكلة في جمع الضرائب أو تحصيل الضرائب في ألمانيا بالعكس عائدات الضرائب للدولة عم تزداد من سنة إلى سنة ولكن يوجد مشكلة في ترشيد ووضع أولويات لاستخدام هذه الضرائب وبالتالي يفهم من كلامه أنه يجب الآن النظر أي القوانين أي المشاريع أي الأشياء الهامة في ألمانيا التي يجب تمويلها هو وضع الأولويات وهذا يعني أن بعض الأمور قد لا تحصل الآن على تمويل كافي أو بالمطلق وهيك مننتقل للخبر التالي المرتبط بالأول وهو موضوع إلى أين يتم النظر الآن قبل عدة أيام تم الحديث عن أنه ألمانيا ترغب بيرفع دعم المساعدات العسكرية لأوكرانيا من 4 مليار يورو إلى 8 مليار يورو أي مضعفة المساعدات الآن لأوكرانيا وكان الموضوع شبه يعني منتهي ولكن بعد هذه الضربة من قبل المحكمة الدستورية العليا للحكومة الألمانية فإن هذا الموضوع الآن لم ينتهي بشكل كامل وبالتالي قد يكون مجال الآن لتعديل المساعدات الألمانية العسكرية لأوكرانيا بسبب الآن النقص الحاصل في الموازنة ومحاولة تغطية هذا النقص هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا قانون الكندا جونزي شاون هذا القانون الذي كان عليه جدل كبير بين المعارضة وحتى بين الحزاب الحاكمة في ألمانيا حزب الخضر بشكل خاص وليزا باوسر وزيرة العائلة كانت ترغب به وكان وزير المالية ضده لوقت طويل ثم تم التوافق على شكل مختصر لهذا القانون وكان المفترض أنه إذا تم الاتفاق عليه بشكل كامل ومرت الأمور بشكل كامل أن يبدأ تطبيقه عام 2025 في جوهره كان هذا القانون كما نعلم هو أن يتم تقديم مساعدات للأهالي في ألمانيا بالإضافة للكندا جيلد يتم جمعها أيضا أو الكندا سوشلاك يعني في جهة وحدة لدر أبايتس أمديو ممكن تقديم طلب مثلا وهناك يتم نظر أي الأشياء المستحقة للأهالي والأولاد وأنه يوجد مبلغ إضافي للكندا جيلد يتراوح أو يختلف حسب عائدات أو أجور أو رواتب الأهل هذا القانون الآن المعارضة الألمانية الرئيسية فخيط غيشماتس رئيس حزب السيد او طالب بأن يتم إلغاءه أعتبر أن هذا القانون لا معنى له وكان عليه جدل كبير وهو ليس ضروري وفائدته ليس كبيرة وعبي طالب الآن الحكومة الألمانية بأن يقوموا بإلغاء هذا القانون وتوفير الآن المليارات المرتبطة به كمصاريف إضافية كانت لو تم الاتفاق عليه وتنفيذه بشكل نهائي لأنه سيجلب معه مصاريف أكبر من موازنة الدولة من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا بحاجة إلى 3000 موظف جديد على الأقل وبالأصل يوجد نقص في الموظفين في الإدارات في ألمانيا لتطبيق هذا القانون فالواضح أنه عبي تم الآن النظر في كل الاتجاهات لاتخاذ قرار أين يمكن التوفير الآن في مشاريع الموازنات للوزارات بشكل عام للدولة وهذا القرار من المحكمة الدستورية العليا كان ضربة كبيرة للحكومة الألمانية ووضعها في مشكلة اقتصادية كبيرة وخاصة أنه لا يجوز الاستدانة حسب الدستور الألماني إلا لأسباب ضرورية جدا كانت موجودة في فترة جائحة كورونا أما الآن فهي غير مبررة والمحكمة لم تسمح بذلك وألغت قرار الحكومة ننتقل إلى الموضوع التالي وهو موضوع دعم أسعار الغاز والتدفئة 2000 بعمل بشكل خاص أيضا في ألمانيا بعد الحرب الأوكرانية الروسية وانقطاع الغاز عن ألمانيا بشكل واسع اتجهت الدولة إلى دعم المواطنين والشركات في ألمانيا على حد سواء بشكل واسع في أسعار الغاز وحتى في الكهرباء والتدفئة وكان هذا الدعم مخطط له لفترة زمنية محدودة وأكاد الحكومة كانت قد رغبت حتى نهاية هذا العام بدعم أسعار الغاز والتدفئة في ألمانيا بتخفيض أيضا الضريبة المضافة المابتشتوية على أسعار الغاز والتدفئة ومن المفترض أو كانت الحكومة ترغب بعدها فيما بداية العام القادم بأن تقوم بإلغائها وعودة ارتفاع الضريبة المضافة من 7 إلى 19% ولكن الآن يوجد خطط في الحكومة الألمانية بأن يتم تمديد الدعم الحكومي لأسعار الغاز وال2000 في ألمانيا بشكل خاص التدفئة لمدة شهرين آخرين حتى نهاية الشهر الثاني وذلك لتجنب فصل الشتاء في فصل الشتاء استهلاك المواطنين في ألمانيا أكبر وبالتالي هم بحاجة للدعم في هذا الزمن وليس قطعة دعم في فترة الشتاء وبالتالي قد تقوم الحكومة الألمانية الآن بتمديد دعمها لأسعار الغاز والتدفئة في ألمانيا لمدة شهرين ننتقل إلى الموضوع التالي وفرصة عمل كبيرة للباحثين عن عمل وخاصة لمن هو حتى فوق سن 60 سنة حسب تصريحات الآن رئيس مجلس إدارة شركة النقل للباصات BVG في برلين لكل حبال بتعملها للعاصمة الألمانية الموضوع مرتبط بمشكلة وأيضا الحلول المقترحة المشكلة هي أنه يوجد نقص في السائقين سائقي الباصات في مدينة برلين وبالتالي فإن الشركة المشغلة BVG التي لديها حوالي 5000 سائق بحاجة ماسة إلى 350 سائق إضافي يوجد نقص غير موجودين وبالتالي فإن هذا سيؤدي الآن إلى تغيير في التاكتونج تبع الباصات يعني في تغيير الآن تردد عمل الباصات بمعنى إذا كان مثلا الباص يأتي كل 10 دقائق أو كل 15 دقائق قد يكتم تأخيره الآن إلى 20 دقيقة أو 30 دقيقة بسبب نقص الحاصل الآن في عدد السائقي الباصات في برلين من المتوقع أن يبدأ تنفيذ المخطط الجديد الآن مخطط الرحلات يعني الفابلان بعد 10 ديسمبر يعني 10-12 الآن وتخفيض عدد الرحلات على عدد من الخطوط وترددها وبالتالي الخطوط الرئيسية التي ستتأثر بهذا القرار هي الخطوط 100-200-300 في العاصمة الألمانية برلين كل أحبال بيتابعونا من هناك يعني أكيد بيعرفوا هاي الخطوط ولهذه الأسباب فإن الشركة تبحث عن أشخاص للعمل لديها كسائقي باصات مع محاولة اجتزابهم بشكل كبير لدرجة أن الرئيس الآن لجنة المجلس إدارة الشركة أعلن أنه حتى أنهم على استعداد لقبول طلبات الأشخاص الذين أعمارهم فوق الستين سنة لتغطية النقص الحاصل في سائقي الباصات وأيضا توفير يعني عدة مغريات للعمل لدى هذه الشركة منها مثلا تخفيض ساعات العمل من 8-10 ساعة إلى 7-10 ساعة ونصف حاليا وأينشتيكس كهالت يعني راتب أولي 17 يورو ونصف عند البدء في العمل طبعا يرتفع تدريجيا مع مرور السنوات لدى الشركة فإضافة إلى يعني مثلا تحسين وضع للسائقين مثلا وضع الحمامات للتواليتات يعني للسائقي الباصات بشكل أكبر في برلين فمحاولة يعني اجتزاب الناس فهذه فرصة لكل الأحبال بيتابعونا أيضا إذا في العاصمة الألمانية برلين مثلا لمحاولة العمل لدى هذه الشركة تقديم طلب بيعبونج لدى هذه الشركة لسائقي الباصات أو عمل أوسبلدون أو تمويلها لحصوها شهادة الباص من قبل مثلا الأربايتس أمت فممكن تشكل فرصة كمان لحبال بيتابعونا من برلين حبيت أن أقول لكم هذا الموضوع المشكلة وأيضا هي فرصة للعمل أيضا في العاصمة الألمانية برلين ننتقل الآن للموضوع التالي البرلمان الألماني وافق الآن على تصنيف دولتين جديدتين على قائمة الدول الآمنة المتعلقة باللجوء وهي جورجيا ومولدو وصوت جميع أو معظم أعضاء البرلمان الألماني البندستاك لصالح هذا القرار مع عدل كتل النيابي اليسارية أما باقي الأحزاب حكومة ومعارضة فصوتت لصالح هذا القرار هذا القرار يعني أن طالبي اللجوء من هاتين الدولتين جورجيا ومولدو يمكن في هذه الحالة معالج طلبات اللجوئين بشكل سريع وإعادة ترحيلهم بشكل سريع المقصود بأنها دول آمنة أنه عند إعادة ترحيل مواطنية هذه الدول المرفوضة طلبات لجوئهم إلى هناك فإنهم غير مهددين بالملاحقة أو بالتعذيب لأنها دول آمنة في متعلق باللجوء وبالتالي يمكن ترحيلها بشكل أسهل علما أن نسبة الحصول على اللجوء من هاتين الدولتين ضعيفة جدا في العام الماضي كانت نسبتها 0.1% فقط وعدد طالبي اللجوء من جورجيا حوالي 8900 طلب وعدد طالبي اللجوء من مولدو حوالي 5000 طلب وبالتالي فإن العداد أصلا قليلة وفرص الحصول على اللجوء قليلة جدا نسبته أقل من 0.1% وكانت وزارة الداخلية الألمانية بقيادة وزيرة الداخلية نانسي فيزا قد أعلنت عن إضافة دولتين جديدتين هاتين الدولتين لقائمة الدول الآمنة هناك أيضا رغبة من قبل المعارضة بشكل خاص وضغط كبير لتخفيف عدد اللاجئين الذين يتوني لألمانيا كمهاجرين غير شرعيين أو يعبرون حدود بطريقة غير شرعية محاولت إنقاص أعدادهم عن طريق أيضا طلب إدراج دول أخرى على قائمة الدول الآمنة منها الدول العربية يعني المغرب والجزائر وتونس ولكن حزب الخضر معارض لإدراج هذه الدول على قائمة الدول الآمنة وبالتالي لحد الآن لم يتم التوافق على ذلك ويكون كنا من الجولة واسعة لهم المعلومات بشكل سريع ومختصار تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته